أكثر من عشرة مصارف يمنية رهائن أزمة لبنان المالية فقبل أيام قليلة زار وفد مصرفي يمني لبنان ليجتمع مع المصرف المركزي من أجل وضع آلية لاستعادة أرصدة محجوزة في المصارف اللبنانية تقدر بـ 250 مليون دولار وهي تابعة لمصارف يمنية وجار تحويلها إلى لبنان قبل العام 2019 خلال الزيارة اقترح الوفد آلية معينة لاستعادة أموال المصارف مع الإلحاح على تحرير مبلغ 100 مليون دولار نقدا وفورا لمواجهة التزامات البنوك اليمنية في الخارج خصوصا أن حجز الأموال في لبنان يشكل أزمة حقيقية للبنوك اليمنية وهما أكدته تقارير صحفية عدة علما أن اليمن لم يقدم حتى الساعة على اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق هذه المصارف اللبنانية في واحد ديبلوماسي غربي هون قال لي بده يتعرف عليك شخص جاي من اليمن قلت له أوكي أنا واجتمعت معه ما بتذكر إذا بآخر 19 ولا بأول العشرين قبلت له بريف إنه هيك هيك اللولار الكزا شو صار آخر هي عم بشلي ملف كبير هيك بشوف الأسامل الطب 10 أو 15 بونك باليمن عندهم بين العشرة والأربعين بالمية من الوديع تبعيتهم بالبصارف اللبنانية يعني مراكبين بانزي على البانزي اللي عندنا إياه إحنا ومأثر على البانكين ساكتور كله الواضح إنه ما وصلوا لنتيجة يعني كانوا التركينة سر القصة المهم إنه هلأ الظاهر عم بيظهروا على الإعلام لأنه ما وصلوا لنتيجة لا مع المصرف ولا معصرف لبنان هلأ شو فيهم يعملوا مثلهم مثل أي شخص لبناني اللي عنده سوبر واسطة إن كان أجنب أو لبناني عم بيقدر يسحبوا سرياته حال اليمن كحال العديد من الدول وغير المقيمين ممن أوضعوا مدخراتهم في مصارف لبنان فما مصير هذه الودائع وهل من دعاوى قضائية حاليا؟ يعني فيه دعاوى صارت مثلا هون بالولايات المتحدة فيه كذا دعوى راحت وفيه بلندن دعاوى كمان مشيت حسب يعني مثلا إذا رفعت دعاوى معه مثلا جنسية أجنبية من بلد قوي نسبيا بيقدر ياخد تنازلات أكتر من شخص كلها المية بمية لبناني طبعا المشكلة الثانية اللي من رفع دعاوى أكتر من هك إنه فيه كتير من الناس من الأشخاص اللي بيقدروا يربحوا الدعاوى عندهم مشاكل تانية مثلا ضريبية مشان هيك ما عم بيسترجوا يرفعوا الدعاوى فيه مساري سورية فيه مساري عراقية فيه مساري ليبية يعني كل واحد مثلا بده يهرر بصرياته مش نظام من هوده النظام اللي بنيشاف بنيشاف الراس فيهون بده يهرر بصرياته على لبنان هذا شيء طبيعي بس كمان فيه مساري لجتمت مش كلها غير قانونية يعني فيه مساري من ناس معهم جسيات خالجية مش عم بيهربوا يعني يمكن طمعه بالفايدة يؤكد الخبير الاقتصادي دان أزي أنه بخلاف الأرقام التي يجري تداول بها عن حجم الودائع الأجنبية في لبنان فإنها لا تشكل نسبة كبيرة لسيما بعدما قام أصحابها باستثمارات العقارات واشترائها إبان أزمة لبنان الاقتصادية إلا أن الكتلة النقدية الأكبر والتي تبخرت فعليا هي للمواطين اللبنانيين والمختاربين ريف عقيل قناة الجديد